قليل من الطعم يؤثر أب أطفاله به علّه يسد رمقهم إلى حين الأسر النازحة من الحرب في مناطق الحديدة تصارع هنا في محافظة أبيان الجوع وبرد الشتاء في ظروف معيشية صعبة في مدينة شقرة الساحلية قد يكون النازحون في مأمن من قذائف حوثية تطال المناطق السكنية إلا أنهم هنا على بعد مئات الكيلومترات من الحديدة يواجهون صراعا من نوع آخر صراع من أجل البقاء النازحون نظموا خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية اشتكوا خلالها الإهمال من قبل السلطة المحلية والمنظمات الإغافية الدولية التي يقولون إن مساعداتها لا تصل إلى الغالبية العظمى من نازح شقرة وضع تسبب في إصابة الكثير من الأطفال بحالات سوء التغذية وهو ما قد يهدد حياتهم خاصة في ظل الإمكانيات المتواضعة للمناكز الصحية في المناطق المحيطة النازحون يقولون إنهم يحتاجون لأبسط مقاومات العيش تضمن لهم البقاء على قيد الحياة ومواجهة ظروف المعيشية الصعبة والأمراض التي قد تحصد الأرواح وتعيدهم لما فر منه في الحديدة وإن تغيرت الوسيلة ترجمة نانسي قنقر